للمزيد من المتابعة والقراءة في هذا الموضوع انضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن رامي جبر بعد تحية رامي للتو والأخبار تقول أن هذه الجولة الخميسة أيضا فشلت في انتخاب رئيس لمجلس النواب ابتداء رامي برأيك لماذا هذا الإسرار من جانب مكارثي على المضي قدما في هذا الترشح رغم أن شيئا لم يتغير أعني لم يتغير لصالحه فعلى ماذا يعول الرجل إذن مرحبا ياسر مكارثي يعول على الكثير أو لديه الكثير مما يعول عليه مكارثي هو زعيم الأغلبية وقد فاز بزعامة الأغلبية الجمهورية بفارق أصوات كبير جدا عن المرشح الآخر أمامه وكان أندي بيجز وهو بالمناسبة نفس المرشح أيضا أمامه على رئاسة مجلس النواب في هذا التصويت الذي شاهدناه خمس مرات حتى الآن مكارثي يرى في نفسه زعيما وقائدا ويحق له أن يكون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي بعد هذه المسيرة الطويلة في المجلس لمدة 14 عاما كان فيها من كبار النواب في المجلس مكارثي جمهوري من التيار المعتدل وهو بالمناسبة التيار الذي يشكل أغلبية الجمهوريين بينما ربما يكون الأقل قليلا هم المحافظون والدليل أن مكارثي حصل على زعامة الأغلبية بأصوات أكثر مكارثي أيضا يتمنى أن يكون رئيسا لمجلس النواب حتى يتوج مسيرته السياسية بعدما ظل نائبا لمدة 14 عاما كل هذه الأسباب تدفعه إلى التمسك بهذا المنصب رغم الفشل مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة هو يقول أنه سيقاتل حتى النهاية على حد تعبيره وأنه مستعد لخوض عشرات الجولات حتى يتم انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأمريكي ما إذن رامي نقطة تتحول كما يرى المراقبون التي يمكن أن تحدث وبالتالي يمكن أن تذهب الأمور لصالحه نقطة التحول هناك في الحقيقة سيناريوهان يمكن أن يتم تنفيذهما أحدهما ممكن والآخر بعيد قليلا نبدأ بالممكن الممكن هو أن يبدأ كيفين مكارثي عملية إقناع مكثفة لأولئك الأعضاء العشرين الذين يرفضون التصويت له إذا استطاع أن يقنع منهم ستة عشر عضوا بالتصويت سيحصل على المائتين وثمانية عشر صوتا اللازمة لفوزه بالأغلبية هذا ليس جديد هو يحاول ذلك بالفعل منذ أسابيع ولكنه يجب أن يقدم لهم المزيد من التنازلات ويجب أن يقنعهم أكثر بأنه الشخص المناسب لأنهم في الأساس غير مقتنعين به دعني أتحدث عن السيناريو الثاني السيناريو الثاني وهو غير ممكن أو بعيد قليلا وهو أن يبدأ المعتدلون في الحزب الجمهوري وعلى رأسهم كيفين مكارثي في خوض مناقشات ومدولات خارج حدود الحزب أي سيتجهون إلى أعضاء الحزب الديمقراطي ويحاولون استمالة بعضهم حتى يصوتوا لكيفين مكارثي أو يصوتوا لشخص آخر معتدل يتوافق عليه الحزب الجمهوري والأعضاء الديمقراطيون أيضا وهذا احتمال بعيد بعض الشيء رامي أنت بالأمس قلت أن مكارثي نفسه كنت معنا في مداخلة بالأمس قد حدد هؤلاء العشرين عضوا فعلا وقال أنهم لا يتوقع أبدا أن يكون أو تكون أصواتهم له ومع ذلك هو يقول اليوم أن التصويت خلف توقعاته كيف يمكن فهم ذلك هو ربما كان يأمل منهم أن يكونوا على مستوى المسؤولية والالتزام الحزبي بالتعبير السياسي أي أنهم عندما يرون مرشحا جمهوريا قريبا من الحصول على رئاسة مجلس النواب كان يتوقع منهم أن يصوتوا له حتى يبدو الحزب الجمهوري كوحدة واحدة وأنهم يقفوا على قلب رجل واحد خلف رجل واحد ولكن هذا ربما ما صدمه أو ما لم يكن يتوقعه أن يتمسكوا برأيهم إلى هذا الحد بالأمس ثلاث جولات واليوم جولتين وربما هناك جولة أيضا ثالثة ويصبح لدينا ست جولات وربما يبقون إلى ما شاء الله هو كان يتوقع منهم أن يكونوا ربما يدعمونه حتى فقط من أجل الالتزام الحزبي ومن أجل أن يظهر الحزب الجمهوري بمظهر الحزب الموحد إذن أنا أشكرك شكرا جزيلا مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن رامي جبر وبطبيعة الحل سنوقع عينا على هذه التطورة شكرا جزيلا رامي